كما قال الرئيس السيسي أنه تم خلال المشاورات متابعة التقدم المحرز في مشروعات التعاون الثنائي وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنه تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية ولتعزيز الوجود التجاري والاستثماري المصري في الصومال قد تابعنا خلال المشاورات التقدم المحرش في مشروعات التعاون الثنائي بين بلدينا واتفقنا على أهمية العمل المشترك لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية في الصومال وجهود افتتاح فرع بنك مصر التي تكللت بالنجاح في مستهل شهر يولو الجاري من خلال منح البنك المركزي الصومالي رخصة التشغيل النهائية لبنك مصر ولازم نتطلع إلى أن يمثل خطوة إضافية نحو تعزيز التواجد التجاري والاستثمار المصري في الصومال بما محقق مصالح الجانبين بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير التدريب اللازم لبناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات